مر معنا ضمن هذه السلسلة المباركة قول الشافعي الصريح في أستاذه مالك بن أنس إذ اتهمه بأنه قد ترك الأخبار الصحيحة أي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وغلب عليها إما قول أحد ممن يعتبرهم من الصحابة على تعبيرهم واصطلاحهم وإما قول أحد من التابعين لهم وفي بعض الأحيان كان يقدم بلا حياء ولا خوف من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وآله كان يقدم رأي نفسه كلمة الشافعي هي هذه أن مالكا ترك الأخبار الصحيحة لقول واحد من الصحابة أو لقول بعض التابعين أو لرأي نفسه نذكركم بهذه الشهادة من الشافعي حتى لا يقولن أحد خاصة من المالكية اليوم أن نتهم مالكا بالباطل أو أن نتحامل عليه كلا هذه حقيقة إذا تجردتم عن الهوى تكتشفون هذه الحقيقة ولكي تزدادوا يقينا فيها نأتي إليكم بشهادة أخرى وهذه الشهادة هذه المرة ليست من رجل ينافس مالك لأنه قد يقول قائل ممن ينبري للدفاع عن مالك إن الشافعية وإن كان تلميذ مالك إلا أنه آل أمره في النهاية إلى أن ينافسه مذهبيا فقد استقل بمذهب خاص ومن الطبيعي أنه في المنافسات المذهبية أو من العادة في المنافسات المذهبية أنه أحيانا يتهم المنافس منافسه بالباطل أو يتحامل عليه أو يجرحه لأدنى سبب فلذا لا يمكن الأخذ بشهادة الشافعي هنا نقول إن هذه الشهادة التي سنعرضها بين إيديكم الآن ليست صادرة من منافس مذهبي بل صادرة بل هي صادرة من أعلام المالكية أنفسهم من رجال هذا المذهب الذين يتبعون مالكا ويعتقدون به ويرفعون لواءه مذهبيا ومع ذلك شهدوا على إمامهم بأنه كان يخالف السنة في كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية هذا الكتاب لأحد أعلام المالكية وكان في عصره مفتيهم في مكة المكرمة يعني هو مفتي المالكية في مكة اسمه الشيخ محمد بن علي بن حسين كتب هذا الكتاب المطبوع اليوم بهامش كتاب الفروق لإمام مالكي آخر هو القرافي نجد هناك في المجلد الثاني الصفحة مئة وخمس وعشرين هذه العبارة نص مالك في كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفة نص نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه هذه شهادة مقبولة إذن والشهادة هنا ليست محكية عن استظهارات بعضهم لمسلك مالك بل الشهادة هنا تحكي نصا لمالك التفتوا لأهمية هذه الشهادة يقول نص مالك على مخالفة نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه معنى ذلك أن مالكا يقول مذهبي هو هذا وهو بالمناسبة أمر معروف قد يكون الآن يشكل صدمة لمن ليس له خبرة أو اطلاع على أسس المذهب المالكي ومذاهب أهل الخلاف المبتدعة قد يصدم من هذا الكلام أنه كيف لهذه المذاهب وأربابها أن يخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيحة لا التي فيها شك في صدورها لا الضعيفة الصحيحة يخالفونها كيف لهم أن يخالفوها وهم يدعون أنهم أهل السنة فهم الأحق بأن يلتزموا بها كيف لإمام شهير هو إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة صاحب مذهب واسع عم الشرق والغرب كمالك ابن أنس أن ينص على مخالفة الأحاديث الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله بدعوى أن العمل بخلافه هذه صدمة لكم يا أيها المخدوعون بمالك لكنها عند المشتغلين بفقه المذاهب الأربعة لا تكون صدمة لأنهم يعرفون أن هذا هو مبنى مالك ابن أنس وهذا رأيه وهذا مذهبه وهذا مسلكه لا ينازع في ذلك أثنان بالمناسبة كما سنوضح إن شاء الله تعالى أكثر فأكثر تصدمكم الحقيقة نعم ولكن خير من أن تخدعوا ويلبس عليكم تصدمكم الحقيقة لأنكم لم تطلعوا وتقرأوا جيدا وإلا لو اطلعتم لزالت هذه الصدمات أو لزال هذا الاستغراب كما أننا لما قلنا مثلا أن مالك ابن أنس يجيز أكل لحم الكلاب من غير ضرورة التفتوا يعني لا أن الإنسان يكاد يموت أو يهلك فلا يجد إلا كلبا فيذبحه ويأكل لحمه لا بل حتى وهو مستغن وهو في الحضر لا في الصحراء مثلا هو في المدينة أعجبه أن يأكل لحم كلب أجل لكم الله مالك ابن أنس من مذهبه جواز ذلك وأنه لا حرج فيه عليه أمر معروف نظم حتى في المنظومات الفقهية عندهم وليس عند مالكي يعاب أن تأكل الحية والكلاب وعادي يسوي له مرك حية مثلا يسوي له كباب من الكلاب وين؟ موجودة فيديوهات ذاب حين كلابه فيديوهات وين هذا؟ فيما يسمى السعودية يقول الشيخ أنه نعم؟ خانقين ليس عجيبا أن يفتي هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أئمة أئمة فقه ودين لهذه الأمة دون الأئمة الشرعيين من آل المصطفى صلى الله عليه وآله ليس عجيبا أن يفتوا للأمة بمثل هذه الفتاوى الشيطانية فيجعلون الناس تأكل الكلاب النجسة دعونا نستوضح أيها الإخوة ما ابنى مالك بن أنس هذا؟ وما هو مراده لما يقول أنا أرد الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العمل بخلافها لقد ألمعنا إلى ذلك من ذي قبل والآن جاء دور أن نستوضح ذلك أكثر إنكم مثلا لو تصفحتم كتابه الشهير كتاب الموطأ لوجدتم موارد عديدة يروي فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسند صحيح وعال كما هو معلوم ولكنه يعقب على ذلك قائلا مثلا وليس على هذا العمل عندنا يعني وليس على هذا الحديث العمل عندنا في أهل المدينة وأحيانا يأتي بأحاديث فيقويها ويجعل حجيتها منوطة بما يزعمه من عمل أهل المدينة فيعبر قائلا مثلا وعلى هذا العمل عندنا فإذا جعل الحجية لماذا لا للحديث عن رسول الله لا للسنة بما هي وإنما جعل الحجية لعمل أهل المدينة ما معنى عمل أهل المدينة يقول أنا أنظر أهل المدينة بماذا يعملون فإذا جاءني حديث وجدت أهل المدينة يعملون بخلافه أبطلت الحديث وأخذت بعمل أهل المدينة الحديث مثلا ينص على حلية شيء ولكن أهل المدينة يحرمونه يفتي بتحريمه الحديث ينص على حرمة شيء ولكن أهل المدينة يستحلونه يفتي بحليته وهكذا حجته في هذه وحجة المالكية من أذياله يقول الذين هم أقرب إلى رسول الله وإلى الالتزام بشريعته صلى الله عليه وآله هم الذين عاصروه من أصحابه وهؤلاء كانوا في المدينة المنورة ومن يليهم هم التابعون وقد كانوا في المدينة المنورة كذلك ونحن قد أدركنا هؤلاء فإذا وجدناهم يخالفون حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا بأن هذا الحديث معلول بعله إما أنه لم نفهمه مثلا كما هم فهموه وإما أنه منسوخ مثلا أو نحو ذلك لأنه لا يعقل أو لا يتصور أن أهل المدينة من الصحابة على تعبيرهم والتابعين وفقهاء أهل المدينة المتدينون المتشرعاء فهؤلاء يخالفون النبي صلى الله عليه وآله هكذا يعني جزافا بلا حجة لابد أن هناك علة ما فأنا إذن ألتزم بما وجدته في العرف والعادة هذه المسألة أو هذا المبنى فتح على مالك بن أنس بابا واسعا من الهجوم عليه من قبل أصحاب المذاهب الأخرى البكرية هاجموه على هذا المبنى الباطل كما سيتضح مثلا لو رجعتم إلى كتاب البحر المحيط للزركشي المجلد السادس الصفحة أربعمائة وسبع وأربعين تحت عنوان ردود العلماء على دعوة إجماع أهل المدينة لأن مقصود مالك بن أنس من قوله العمل على هذا أي عمل أهل المدينة أي إجماع أهل المدينة قال ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال وقد دارت وقد دارت بين أبي بكر الصيرفي وأبي عمر من المالكية أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو عمر من المالكية يقول دارت بينهما هذه المسألة وَصَنَّفَ وَصَنَّفَ الصَيْرَفِيُّ فِيهَا وَطَوَّلَ فِي كِتَابِهِ الْأَعْلَامِ الْحِجَاجَ فِيهَا مَعَ الْخَصْمِ وَقَال قَدْ تَصَفَّحْنَا قَوْلَ مَنْ قَالَ الْعَمَلُ عَلَى كَذَا يقصد مالك بن أنس فوجدنا أهل بلده في عصره يخالفونه كذلك الفقهاء السبعة من قبله فإنه مخالفهم ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له خلافهم لأن حكمه بالعمل كعلمهم لو كان مستفيضا الصير في هنا ينتقد مالكا يقول تعال أنت يا من تصفحنا كتابك فوجدناك تكرر هذه العبارة العمل على كذا وليس العمل على كذا أنت مبناك حسب دعواك أنك تنظر في أهل المدينة في إجماع أهل المدينة في فقهاء أهل المدينة فتعمل على طبق ما عملوا وترد الأحاديث النبوية الصحيحة بكل جسارة وجرأة الآن مع قطع النظر عن مدى سلامة هذا المبنى لأنه أول ما يقال عليكم السلام ورحمة الله أول ما يقال أنه تعال ثبت العرش ثم ثم انقش من قال أن إجماع أهل المدينة حجة وأين ورد ذلك في كتاب أو سنة وثم ما المانع أن يكون هؤلاء قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله وعصوه وثم هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من توزع في البلدان فلعل الحق مع هؤلاء الذين توزعوا في الأمصار لا مع الذين بقوا في المدينة المنورة وثم ليس هناك من مسألة أصلا اتفاقية بينهم إن الأفعال التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم والليلة كرارا أمامهم كالصلاة تشهد الصلاة مثلا اختلفوا فيما بينهم في هذه الأفعال في صيغ التشهد في فصول الأذان كما لعلنا نأتي إلى ذكري أو على ذكري يعني تخيلوا هؤلاء الذين يسمونهم الصحابة رغم معاصرتهم للنبي صلى الله عليه وآله ليل نهار معاصرين المفروض على الأقل حافظين من الطريقة الصلاة على الأقل ما يختلفون في الصلاة كيفيتها فصولها أركانها شرائطها صيغة التشهد فيها مثلا لا يختلفون في الأذان الذي المفترض يوميا يسمعونه من بلال وغير بلال باليوم مفروض خمس مرات يسمعوا على الأقل صحيح لا يختلفون في الإقامة مثلا التي يسمعونها فكيف اختلفوا في هذه الأمور إذا لا إجماع في الحقيقة إذا كانت مثل هذه المسائل البسيطة غير المعقدة والتي تتكرر يوميا بفعل النبي صلى الله عليه وآله أما على مرأة ومسمع منهم قد اختلفوا فيها فما ظنك بالمسائل الأخر نتيجة أنت إذا كان هذا هو مبناك الآن يا مالك بن أنس تقول أنا ألتزم بعملي أهل المدينة يقول الصيرفي تصفحنا قولك فوجدنا أهل بلدك المدينة المنورة في عصرك يخالفونك فلماذا لم تلتزم بقولهم وبفعلهم وبعملهم ألست تزعم أنك تنضي على ما ينضي عليه أهل المدينة كذلك الفقهاء السبعة من قبله فإنه مخالفهم من هم الفقهاء السبعة؟ هذا اصطلاح للعلم عند أهل الخلاف له قصة قصة هذا الاصطلاح أن والي المدينة في زمانه وهو عمر بن عبد العزيز لعانه الله هذا الرجل الذي يوسم جهلا بالعادل وبأنه خامس الخلفاء الراشدين هذا الرجل كان والي المدينة في زمان عبد الملك ابن مروان وفي زمان الوليد ابن عبد الملك فهو جمع جماعة ممن اعتبرهم بمثابة شو اسم هذه الهيئة اللي في العربية السعودية؟ لا لا الهيئة العليا هذه شو نسمها؟ هيئة كبار العلماء صحيح؟ هيئة كبار العلماء جمعهم سوالهم مجلس كبار العلماء يعني صار واضح؟ على أساس أن هؤلاء هم الذين يفتون وعلى أساس أن هؤلاء إذا ما وردت الواردة أو حدثت الحادثة يجتمعون فيعطون الحكم الشرعي والمهم هؤلاء هم المعتمدون من قبل السلطة الأموية وأعطيت لهم هذه الصلاحية صلاحية الإفتاء من هم؟ ابن المسيب سعيد بن المسيب عروة بن الزبير القاسم بن محمد ابن أبي بكر وخارجة بن زيد وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبان بن عثمان الأموي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود طبعا عددهم أكثر من سبعة بس يسموهم الفقهاء السبعة هكذا يعني ما مشكلة مثل النصارى هم ثلاثة يصيرون واحد الأب والابن والروح ودوس هم ثلاثة بس هو واحد بنفس الوقت تلاحظون هناك يعني ملاحظة بين قوسين إخواني أن هؤلاء مع قطع النظر عن بعضهم من من أنا شخصيا متوقف في شينه كسعيد بن المسيب مثلا وبعضهم من من ورد بعض المديح له حتى من جانبنا وأنه لازم الإمام السجاد عليه السلام مثلا كالقاسم بن محمد مثلا مع قطع النظر عن هذا كله عن تقييم كل فرد منهم لكن لاحظتم مسألة هنا هذه المسألة لاحظتموها الآن أم لا أنه هل هناك أحد من هؤلاء من أئمة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم لا أحد يعني أين ذهب علي بن الحسين زين العابدين عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء لا يقرنون به لماذا لم يجعل من قبل السلطة الأموية لماذا لم يجعل أحد الفقهاء السبع الذين يرجع إليهم لماذا هذه ملاحظة جديرة بالتأمل لدى أبناء العامة يعني أنتم يا أبناء من تعتبرون أنفسكم أهل السنة سلوا أنفسكم لماذا أعرض كبراءكم منذ القديم عن أئمة العترة الطاهرة صلوات الله عليه الإمام علي بن الحسين موجود في ذلك العصر وهو زين العابدين وسيد الساجدين ومشهور بالفقه والعلم والدين لا يمتري فيه أحد لماذا أعرض عنه لماذا لم يؤخذ عنه هذه ملاحظة تأملوا فيها حتى حين نقول لكم أنتم أهل الخلاف لازم ما تزعلون لماذا تزعلون ما معنى أهل الخلاف الذين خالفوا أهل البيت عليهم السلام الذين خالفوا آل رسول الله صلى الله عليه وآله اتنرذزكم هذه الكلمة في هذه الأيام طبعا بعدما فرض التشيع على الأجواء الإسلامية كلها احترام أهل البيت عليهم السلام وإلا في ذلك الزمان ما كنتم تحترمون أهل البيت هذا بسبب جهاد الشيعة عبر العصور 1400 سنة الشيعة يجاهدون وإلا ما كنتم تعترفون أصلا بأئمة أهل البيت حتى زعيم أهل البيت وهو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كنتم تحترمونه ما كنتم تقرون بشرعية خلافته مالك بن أنس كما عرضنا عليكم في بعض محاضراتنا القديمة كان يقول بتثليث الخلافة الخلافة الراشدة على تعبيره أبو بكر عمر عثمان فقط علي ليس محرزا أنه الرابع أحمد بن حنبل هو من دفع بهذا الاتجاه وجعله رابعا وإلا مالك بن أنس سؤل من الخليفة ومن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر ثم من قال عمر ثم من قال عثمان ثم من قال هاهنا وقف الناس خلص البقية يتساوى وهو في ذلك متبع لخط ابن عمر وإن شاء الله سنوضح في الأجزاء اللاحقة نحن دعونا توسع البحث ممتع يصير أكثر حتى نعرف أصول هؤلاء وجذورهم هذا الخط خط مالك بن أنس ينتهي في الحقيقة إلى عبد الله بن عمر ومنه إلى عمر بن الخطاب يعني هذا الوريث لمسلك عمر بن الخطاب ولذلك لا عجب بعدين تتضح لكم الحقائق إن شاء الله تعالى بتحليلات شيقة أنه لا عجب أن مالك يضرب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله الجدار هكذا وقد كان من يقتدي به ومن تأثر به من تأثر مالك به واعتبر نفسه وريثا لخطه واتجاهه يفعل ذلك صراحة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عمر بن الخطاب كما في رزية الخميس عمر بن الخطاب هو أول من رفض السنة أو من أبرز من رفض السنة وجاهر برفضها تطاولا على رسول الله صلى الله عليه وآله فلا عجب أن يكون من هو المتأثرا به ويعتبر نفسه وريثا له أن يتبع الأسلوب ذاته لا تعاتبونا يا أهل الخلاف إذا قلنا لكم أنتم أهل الخلاف إذا وصمناكم بذلك هذه وصمة لاحقة بكم أنتم بالفعل أهل الخلاف لماذا ما عددتم أئمة العترة ضمن هؤلاء الفقهاء السبع الذين يرجعوا إليهم وهل هذه عدالة على أقل تقدير أن يستثنى مثل زين العابدين عليه الصلاة والسلام والناس إلى الآن مخدوعة بعمر بن عبد العزيز هذا لا يعلمون مصائبه للعلم وأن يكرر هذه المعلومة التي سبق وعرضتها كرارا يكررها حتى ترسخ في الأذهان عمر بن عبد العزيز وافق جده عمر بن الخطاب إنه جده من طرف الأم من طرف الأم وافقه في ظلم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام فعمر الأول لعنه الله ماذا فعل؟ جاء وهجم على دار الزهراء عليه السلام وأشعل النار في بابها وجرى ما جرى من أحداث فضيعة معلومة صارت الآن ولكنه توقف عند هذا الحد فمن ذا أكمله عمر الثاني لعنه الله أيضا فإنه الذي هدم دار الزهراء هذا الثاني هدم دار الزهراء غصبا أموي وينفذ أجندة بني أمية لا يريد لهذه الدار أن تبقى شاخصة في المسجد النبوي الشريف ولا يريد لأهل البيت أن يجتمعوا فيها لأنه كان في زمانه من أهل البيت أو من ذرية أهل البيت من هو ماكث فيها ويعيش فيها إذ قد ورث هذه الدار كانوا من السادة الحسنيين وكان المسلمون يأتون أحيانا إلى هذه الدار كما في تواريخهم لا في تواريخنا التفتوا يأتون إلى هذه الدار ليتبركوا بما تبقى من آثار بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وحكى المؤرخون أنه كان في الدار صخرة كانت في الدار صخرة يقال إنها الصخرة التي وضعت عليها الزهراء عليه السلام الحسن والحسين فبوركت هذه الصخرة فكان المرضى من المسلمين يأتون يتبركون بهذه الصخرة كيف؟ كانوا إذا اشتكوا عضوا من أعضائهم يأتون فيكشفونه ويجعلونه يلامس هذه الصخرة مثلاً لديه داء في بطنة مثلاً يكشف بطنة يجعله يلامس هذه الصخرة يطلع ما بي شيء شو فيه تماماً لما وقعت حادثة هدم دار الزهراء عليه السلام على يد هذا اللعين الفاجر عمر بن عبد العزيز فقدت هذه الصخرة وتحسر المسلمون على أنه لماذا هذا الأثر المبارك فقدناه وفقدنا معه ما كنا نستشفي به هي صخرة نعم ولكن يتبرك بها لأنها لامست الصديقة الكبرى سيدة نساء أهل الجنة لامست السبطين سبطي النبي صلوات الله عليهم أجمعين هذه آثار النبوة وآل النبوة يتبرك بها لا يكن تفكيرك عمرياً هذا التفكير الجاهل السخيف الذي عبر عنه قائلاً لما طاف بالكعبة واستلم الحجر الأسود قائلاً إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يُقَبِّلُكَ لَمَا قَبَّلْتُكُ الجاهل الغبي على أدنى تقدير لم يسأل نفسه إذا كان هذا الحجر لا يضر ولا ينفع فلماذا كان يقبله النبي صلى الله عليه وآله لابد أن له ضرراً ونفعاً وإلا يكون فعل النبي والعياذ بالله سفاهةً وطيشاً يعني واحد يروح يقوم ويقبل له ما أدري حجر هكذا قوتراً ما يصير لابد هناك سر هناك حكمة من وراء ذلك والحكمة بينت من قبل أمير المؤمنين عليه السلام أن هذا الحجر الأسود ينطقه الله عز وجل يوم القيامة فَيَشْهَدُوا لِلْحَجِيجِ وَلِلْمُعْتَمِرِينَ يَشْهَدُ لَهُمْ بِالْمُوَافَةِ لأنه وَإِمْ مِنْ شَيٍّ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كل شيء ينطق كل شيء له شيء من شعور حتى الحجر حتى المدر حتى الرمل حتى الطين له شيء من شعور فهذا عمر الثاني أضاع على الناس أو ضيع عن الناس هذا الحجر المبارك الذي كانت الزهراء عليه السلام تضع الحسن والحسين أو وضعت الحسن والحسين عليه السلام عليه وَهُوَ ذَاتُهُ الَّذِي لَمَّا جَاءَ لِكَيْ يُعَيِّنْ فُقَهَاءً أو فُقَهَاءً يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ النَّاسِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْفَتْوَىِ استثنى أئمة أهل البيت صلوات الله عليه استثنى السجاد زين العابدين عليه السلام فلا تضجروا من مقالتنا حين نقول إنكم أهل الخلاف لأنكم منذ بدوي نشوئكم كان خطكم عموماً بعيداً عن الالتزام بإمامة أهل البيت عليه السلام وأخذ الدين عنهم لست أقول إنكم ما كنتم تعبرون عن إجلالهم بلى بعض منكم كان يعبر عن الإجلال لهؤلاء الأئمة الأطهار عليه السلام ولكن مجرد التعبير عن هذا الإجلال دون الموافقة بالعمل والاتباع التعبير عن هذا الإجلال مقروناً بالإعراض لا يكون إلا لأقلقة لسان لا تنفع هنا هذه الملاحظة الأولى أنه من الفقهاء السبعة عندهم ولا واحد من فقهاء أو أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام الملاحظة الثانية حين نقول إنكم دين حكومي هذا واقع من الذي عين هؤلاء الفقهاء السبعة حتى اصطلح عليهم بهذا الاصطلاح من هو؟ الوالي الوالي الحاكم في المدينة عمر بن عبد العزيز دينكم دين حكومي إذن توجهات الحاكم هي التي تفرض نفسها عليكم من الذي عين عبد العزيز آل الشيخ مفتياً لكم الآن في الجزيرة المحمدية الملك السلطة وقد لا يكون أعلم الناس بالفعل وهو بالفعل ليس أعلم الناس شنو هو هذا؟ تيس ما يفهم من الذي عين شيخ الأزهر شنو اسمه؟ محمد الطيب ولا أحمد الطيب؟ أحمد الطيب من الذي عين أحمد الطيب شيخاً للأزهر؟ حسني مبارك الرئيس مع أنه كانت الأنظار تتجه لمن؟ تتجه لعلي جمعة راحت عليه المسكين لأنه كان هو المفتي يعني هناك منصبان في مصر منصبان دينيان منصبان هوائيان هكذا يعني لا طعم لا لون لا رائحة هكذا بس للبرستيج كما يقال وإلا الواقع العملي ليس لهؤلاء اتباع حقيقي منصب المفتي ومنصب شيخ الأزهر وطبعاً شيخ الأزهر أعلى رتبة من مفتي الديار المصرية المهم من عين هؤلاء؟ من يعين هذا مفتياً؟ ومن يعين هذا شيخاً للأزهر؟ الدولة تعين بخلاف الحال عند الشيعة الشيعة يقولون الدولة لا تعين حتى الآن الدولة خلي تعين أكبر مرجع تقليد ما يعتقد به الشيعة كم من الجهود الآن بذلت ولا تزال تبذل لتثبيت مرجعية حكومية هي مرجعية خامنئي مع أنه زعيم دولة أيضاً وله إعلامه وله يعني وسائله التي يحاول بها أن يستقطب الجماهير الشيعية إليه لكنه إلى هذه اللحظة هذه المرجعية غير معترف بها في الحوزات العلمية الشيعية إلى هذه اللحظة وليس يتبعها إلا المؤدلجون سياسية من الذين مضوا على الهوى هوى النظام الإيراني أو النظام الخامنين وإلا المتدينون الشيعة أهل العلم الفضلاء لا يقرون له بهذه المرجعية رغم كل الجهود المبذولة لماذا؟ لأن الشيعة أصلاً أصحاب نفور من مرجعية تفرض عليهم من السلطة المرجعية المرجعية عندهم تولد من حلقات العلم مجالس البحث وتتكون هذه المرجعية جماهيرياً الجماهير تبعاً لأهل الخبرة هم الذين يلتفون حول مرجع ما فيصعد شأنه فيصبح مثلاً من المراجع العليا ويبقى مستقلاً تماماً عن الدولة حتى أنه إذا خاض في الدولة شيئاً ما أثار ذلك شيئاً من الريبة في نفوس بعض المتشرع بعض المتدينين فتراجعوا خطوة أو خطوات إلى الوراء هذا هو الفرق أنتم دين حكومي مصطنع أما نحن فلا إذن الصيرفي يشهد أن مالكاً رغم مبنى أو دعواه بأنه يرد الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليكم السلام ورحمة الله صلى الله عليه وآله لعمل أهل المدينة يقول نحن قد تتبعنا فوجدناه لا يلتزم بعمل أهل المدينة حتى الفقهاء السبع المعتمدين يخالفهم فإذن دعوى مالك بن أنس دعوى فارغة ليس هناك عمل أهل المدينة هناك شيء آخر وهو رأي مالك وهواه كما يتضح وسيتضح أكثر شهادة أخرى وهي شهادة مهمة أيضا تكشف لنا عن أن هذا المبنى المالكي الذي أسسه مالك بن أنس مبنى لم يلتزم به هو أصلا هناك كتاب عنوانه نوادر الفقهاء لشخص موسوم بالإمامة عندهم وهو محمد بن الحسن التميمي الجوهري هذا متوفى في حدود سنة ثلاثمائة وخمسين من الهجرة النبوية الشريفة أنا فقط أحيلكم لهذا الكتاب يعني من أراد التوسع وكذلك ألفت أنظار أهل التخصص أنكم لو نظرتم في هذا الكتاب لوجدتم أن صاحبه الجوهري قد عدد فيه أكثر من سبعين مسألة خالف فيها مالك إجماع أهل المدينة بل إجماع المسلمين وشذ بها وبحسب تصفح يعني إجمالي قمت به اليوم ما وجدت شخصا آخر ينافسه في مثل هذا الشذوذ في هذا الكتاب على الأقل يعني في هذا الكتاب حاولت أن أتأكد من أنه هل مالك هذا القدر الذي شذ فيه عن الإجماع وعن العمل عمل أهل المدينة وغيرهم هل هو متفوق في هذا الشذوذ أم هنالك من تفوق عليه من كالشاف الشافعي مثلا أو حتى أبو حنيفة معروف عن أبي حنيفة أنه كثيرا ما كان يشذ لاحظت وربما أحد يستدرك لكن لاحظت أن مالكا يعني وكأن له قدم السبق يعني في هذا الأم متفوق ما شاء الله عليه في مثل هذا الشذوذ يعني أكثر من سبعين بالفعل أكثر من سبعين أكثر من سبعين مسألة خالف بها الإجماع إذن أين هو مبنىك في أنك تلتزم بالإجماع تلتزم بالعمل ترد الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوى أن العمل على خلافه أو على خلافها ثم لا نراك تلتزم بهذا العمل أيضا فإذن ما عرفنا لك أنت لا الحديث الصحيح تعمل به ولا العمل تلتزم به فإذن تلتزم بماذا لا يبقى شيء في البين إلا الهوى الهوى ولذلك لما قال الشافعي أن مالكا ترك الأخبار الصحيحة لقول واحد من الصحابة أو لقول بعض التابعين أو لرأي نفسه نقول لا المفروض فقط تقول لرأي نفسه لماذا لأنه حتى حينما يستدل بقول أحد من الصحابة أو أحد من التابعين فذلك لأن ذلك القول وافق رأيه ومزاجه وهواه فالمعيار الحقيقي عنده هو ماذا هو هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه والقاعدة التي جاء بها مالك هي أساسا إخواني أصلا مخرومة لو رجعنا مثلا إلى كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم المجلد الثاني الصفحة 97 نجد له كلاما في إبطال هذه القاعدة المالكية المخرومة يقول يقول كل ذلك رد على مالك بن أنس وأصحابه سيأتينا فيما بعد إن شاء الله أن من تأثر مالك بسيده عمر أنه كان يذم الإكثار من الحديث وهذه أيضا صدمة ثالثة للمعتقدين بمالك فإنهم يظنونه كان يحترم الحديث ولذلك صنف الموطأ وأنه في قبال أبي حنيفة الذي ما كان يحترم الحديث بل كان يميل إلى الأقيسة فمالك من أهل الأثار يفترض أن يكون كل هذه التصورات الشائعة باطلة عند المحققين كما سنتلو إن شاء الله مالك من أهل الرأي أساسا أستاذه من ربيعة الذي هو مشهور بهذا النعت ربيعة الرأي اسمه الشكل مسمين هو متأثر بهذا مالك كان يرى بعض تلامذته مشتغلين بجمع الحديث الشريف وتدوينه فيقول أقل ذلك أقل ذلك وتفقه مالك صاحب مقاييس وصاحب استحسانات ما أنزل الله بها من سلطان ومنها هذه أنه يستحسن عمل العرف والعادة عمل أهل المدينة ويقدم هذا على رسول الله وعلى قوله صلى الله عليه وآله يقول ابن حزم ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه العمل حتى يصحبه العمل يعني هذه أيضا من المباني العجيبة عند مالك الحديث الصحيح لا يفتي بموجبه إلا إذا وجد هناك عملا واقعيا بهذا الحديث يعني لازم الناس ماشي على هذا الحديث حتى يفتي بهذا الحديث إذا الناس مماشية على هذا الحديث يخلي الحديث بالثلاجة ما يفتي حديث صحيح عن النبي يقول ما لي علاقة أنا أشوف الناس ماذا حشر مع الناس يعيد يرد عليه ابن حزم يقول وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا فأول ذلك يعني أول الأمور التي نرد بها هذا القول أن هذا العمل الذي يذكرون قد سألهم سأل المالكية سلف من الحنفيين والشافعيين وأصحاب الحديث من أصحابنا منذ مئتي عام ونيف وأربعين عاما عمل من هو هذا العمل الذي يذكرون توجهوا بالسؤال تعالوا قلونا أنتم حين تقولون عليه العمل مالك إمامكم يقول هذا ما عليه العمل وذاك ليس عليه العمل وأنتم تقولون لا نفتي بالحديث وإن كان صحيحا إلا إذا كان عليه العمل ونرد الحديث وإن كان صحيحا إذا لم يكن عليه العمل هذا عمل منه عمل من هذا الذي تذكرون طبعا وقعت المالكية في الطراب كبير في تحديد من هم هؤلاء الذين يحتجوا بعملهم فكل واحد قال كلام كل واحد قال احجاية وهنا يهزأ بهم ابن حزم قائلا فما عرفوا عمل من يريدون ولا عجب أعجب من جهل قوم بمعنى قولهم وشرح كلامهم يون عجبتون أنتم بصراحة أنتم عندكم هذا المبنى وهذه القاعدة وأحسنتم تعصبتم لهذه القاعدة وأركستموها في كتبكم من إمامكم مالك إلى آخر زعطوط بيكم ولما نجي نسألكم عمل من ما تعرفوا هذا من أعجب العجب كلام عام شائع عملوا أهل المدينة زين عمل أهل المدينة يعني من مثلا من أهل المدينة يعني أهل المدينة فيهم الفسق أصلا في زمان مالك ابن أنس اقرأوا في التواريخ أهل المدينة تحولوا إلى نعوذ بالله منبع الفساد حتى كان فقهاء العراق يهزؤون بمن يقول عمل أهل المدينة حتى لهم أشعار الآن ما تذكرها ربما بعدين نأتي بها أنهم يقولون ولا تسل مدنيا عن فقه فتحرجه وسله عن الطنبور وعن العود وشيء من هذا القبيل لأنه هاي شغلتهم كانت غناء ودكدكة ومسخرة ورقص وجوار يجيبون يسون حفلات غنائية وكذا بحيث إذا كان الشخص يأتي من المدينة مع الأسف حول هؤلاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذه الوضعية الفاسدة ولعلي نقلتها سابغا في بعض المحاضرات ربما المنبرية على ما أظهر معاناة الإمام السجاد عليه السلام يعني هذا فقط عنوانه لو تتم له هذا الموضوع معاناة الإمام السجاد من أراد فليراجع بالفعل الإمام السجاد صلى الله عليه كان يعاني من أهل المدينة من فسقهم تحولوا إلى فسقة فسقة بحيث الواحد إذا طالع من المدينة من المدنيين خرج من المدينة إلى أي مصر من الأمصار أي بلد من البلدان فورا يأتون علي سؤلون ها شنو آخر الأغاني النازلة الآن شنو آخر يعني معزوفات عندكم وكذا لهم طبعا مغنين مشهورين مطربين حفلات غنائية جواري يرقص ونحو ذلك حالة من الفساد الشائعة هذا غير العنوان الأول نفسه هو هذا العنوان مرة أخرى زين العابدين عليه السلام في مواجهة أهل الفسق والفحش هذا عنوان المحاضرة من أراد يكتب بالإنترنت زين العابدين عليه السلام في مواجهة أهل الفسق والفحش معلومات يشيب منها الولدان مصيبة والله مصيبة بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك طبيعي كان عندهم إعراض عن أهل البيت عليه السلام لأنه الفاسق بطبيعته ما يوفق لأن يوالي العترة الطاهرة صلواته الله عليه غرقان في شهواته وفي ملذاته وفي فسقه وفجوره فأنتم أيها المالكية حين تقولون عمل أهل المدينة يعني عمل من عمل ذول الفسق مثلا تعالوا حددوا إذا قلتم عملوا الفقهاء طيب الفقهاء هؤلاء أول الكلام تعالوا أثبتوا صلاحهم ثم إن صلحوا إن ثبت صلاحهم ما يكادون يتفقون على شيء إنهم مختلفون أصلا فيما بينهم ثم ما بالو مالك كان يخالفهم حتى الفقهاء السبعة أجمعين أكتعين أبصاعين كان يخالفهم شلون كيف هذا يحصل إلى أن يمضي بن حزم في رده على مالك وأصحابه فيقول ويقال لهم أيضا أرأيتم الخبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به أحق هو أم باطل ولا بد من أحد هذين هنا هو خنقهم شوية يعني صادهم خوش صيدة كما يقال قال لهم تعالوا بينوا لنا هذا الآن الحديث المسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما الحديث الضعيف قبل أن يعمل به قبل ما من تسمونهم الصحابة والتابعين عملوا بهذا الحديث هل هو حق أم باطل واحد من أمرين فإن قالوا حق فسواء عمل به أو لم يعمل به ولا يزيد الحق درجة في أنه حق أن يعمل به ولا يبطله أن يترك العمل به يعني هذا الحديث هو إذا كان حقا سواء وافقه عمل أهل المدينة أم لم يوافقه فالأمر السيان الأمر السيان لماذا إذا وافقه العمل لن يزيده حقا يزيده حقا هو حق صادر من صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وكذا إذا لم يعمل به فلن يوهن هذا الحق فهو باق يكتسب حقانيته ممن من رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكتسب شيئا من الناس فهذا إذا اخترتم الأول وهو أنه حق والمفروض لا بد من ذلك يقول إن أهل الأرض كلهم أصفقوا على معصية محمد صلى الله عليه وآله ما كان ذلك مسقطا لوجوب طاعته وقد فعلوا ذلك في أول مبعثه صلى الله عليه وآله فما كان ذلك مبطلا لصحة قوله يقول العمل كان على ماذا في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وآله كان على خلافه كان على معصيته ما أسقط ذلك قوله ولا حقه ولو آمن به جميع أهل الأرض وأطاعوه ما زاد قوله عليه السلام ما زاد قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله منزلة في الصحة على ما كان عليه قبل أن يقبله أو يعمل به أحد من الناس أيضا لو افترضنا أن كل أهل الأرض آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله واتبعوه واتبعوه أكان ذلك دليلا بحد ذاته على حق نية دعوته أكان ذلك سببا للقول بأن حقه قد ثبت الآن لا لو أعرض كل الناس أصلا عنه فهم الآثمون صحيح حقه ثابت صلى الله عليه وآله وحديثه نحن محجوجون به ولو آمن الناس كلهم وآمنوا بحديثه أيضا لا يزيد ذلك حديثه درجة واحدة في الصح مدام هو صحيحا من الأصل فيكتسب حجيته وحقانيته من صاحبه صلى الله عليه وآله ونفسه ضر تارك العمل بالحق ولم يضر الحق شيئا هذا الذي يترك العمل بالحق هو نفسه قد أضرها لا أنه قد أضر الحق الحق لا يتأثر لا يضر وكذلك لو أصفق أهل الأرض كلهم على نبوة مسيلمة لعنه الله ما حققها ذلك لو كل أهل الأرض قالوا مسيلمة نبي الله هل يكون ذلك دليلا على حقانية ذلك كلا وإذا أجمعوا على الكفر به ما زاد ذلك في قوله في البطلان على ما كان عليه حين نطق به أيضا لو كل الناس كفروا بمسيلمة كما هو الآن الواقع ما أتصور أكو واحد يقول مسيلمة أنا أؤمن به بعد انقرض من كانوا يؤمنون بمسيلمة ولو كانوا باقين إلى هذه الساعة لو وجدتم مؤتمرات التقريب بيننا وبينه من قبل سامري القطيف وأمثال يعني يصيرون جيرانا يشوفون مشتركات أكو مشتركات لو ما أكو مشتركات بيننا وبين مسيلمة ودين مسيلمة أكو مشتركات مئة مشتركة أكون نقدر نطلع موالشكل أولا توحيد الحمد لله هذا أس المشتركات صحيح أم لا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله هم أيضا يقول مسيلم أيضا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يؤمن لا باللاتي ولا بالعزة ولا بمنات الثالثة الأخرى ولا بغيرها قل لطيفا ما يؤمن ببكر عمر هم زين هم هذا مشتركات زين ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله مسيلم يقول يقول محمد رسول الله أنا أيضا رسول الله إذن هذا هم مشترك أنه نبوة يعني يعني مئة وأربعة وعشرين ألف نبي بمن فيهم نبينا صلى الله عليه وآله أيضا مشترك فيما بيننا وبينهم يؤمن بالملائكة بالقرآن قرآن القرآن كتاب مقدس عند مسيلمة ودينه وقوم مسيلمة كل ما هناك أنه عند كتاب آخر مضاف للقرآن مثل بخاري مثل بس يقول لك الكتاب هم من الله يعني وهكذا صلاة يصلون كانوا بس أكو اختلافات جزئية مثل اختلافات من المذاهب الأربعة شيء يصير يعني كما سيأتي إن شاء الله فضيحة لمالك بن أنس تدرون مالك بن أنس الأذان عنده شنو؟ الأذان الأذان فصوله الأذان إحنا من نأذن أول فصل الله أكبر كم مرة نكرره؟ أربع مرات فتوى مالك بن أنس مرتين الأذان تعلمون هذا أم لا؟ لكن سبحانه بالمغرب مرتين إلى الآن على ذلك العمل أحسنت هذا إلى الآن على ذلك العمل الأذان مرتان التكبير مرتان فاختلافات يعني من أراد أن يهون منها يستطيع يقول هذه اختلافات جزئية الآن مثلا ما أدري مسيلمة يمكن مثلا صلاة العصر مثلا شوية أخرها شوية قدمها شال منها ركعة ضافلها ركعة شيء يصير إن شاء الله خير إن شاء الله شطار يعني نهمل كل المشتركات فيما بيننا تسعين بالمئة إحنا مشترك ونجلب بالعشرة بالمئة ونحدث الفتن والانقسامات فيما بيننا ليش على ماذا يا أخي هم إخواننا بل أنفسنا وأبناء عمومتنا على الأقل من بني تميم يعني شيء يصير يعني رفقاء السلاح كانوا هم ذات مرة هولاد عام وهكذا شوفوا إخواني هذه مسألة لازم الإنسان المؤمن الواعي يلتفت إليها جيدا وإلا أمه هاوية أمه هاوية في نار جهنم تصير يهوي الواقع كثيرا ما يفرض على الإنسان ولو من باب التعايش من باب المخالطة يفرض عليه التنازل عن عقيدته ومبادئه يفرض عليه هذا الأمر يمكن أن يكون مقبولا في كل شيء تقريبا من مناح الحياة إلا شيء واحد دين الله دين الله يعني شوفوا كما ضربنا مثلا مثالا أنه صلاح دين عصرنا تعرفوا له أو ما تعرفوه أبو كذيلة هذا الرجل في السابق كان عنده موقف يعتبر مبدئيا ضد ميشيل عون اللي هو الآن رئيس الجمهورية اللبنانية كان يعتبره في تصريح رسمي كان يعتبره عميلا إسرائيليا ثم الواقع السياسي فرض عليه أن يتحالف معه وأن يدعمه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية من جديد لأنه ميشيل عون أعلن نفسه رئيسا في أحداث التسعة وثمانين تسعين أعلن نفسه رئيسا ولكن ما أقر حزب الله ولا بقية الأطياف اللبنانية برئاسته وحاصروه شيئا فشيئا صارت حكومتان أصلا في لبنان وبعدين هو لجأ هذا ميشيل عون للسفارة الفرنسية سفارة الفرنسية طيرت على باريس ظل فترة في باريس عاش هناك في المنفى ثم رجع من جديد بصفقات سياسية جديدة وتدري لبنان دائما هكذا أعداء الأمس حلفاء اليوم حلفاء اليوم أعداء الغد وهكذا يعني دولة مضطربة فهذا تنازل عنه لا بس لا بس تنازل عن كون ميشيل عون ما أدري حالة إسرائيلية عميل إسرائيلي وبعدين تحالفوا ودعم في الوصول إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية هنيئا لك في أنك أوصلت من كنت تعتبره عميلا إسرائيليا لرئاسة الجمهورية لكن في الدين لا تدخل هذا الأمر إن سمح لك به من باب يعني توافقات السياسية فلا يسمح لك من باب التوافقات السياسية أن تتنازل عن ديننا أو تعبث بشريعة نبينا وآله الأطهار عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز لا لك ولا لمن هو أكبر منك الآن لماذا لا يطرح أحد فكرة التقريب مع دين مسيلمة لأنه لا وجود لأتباع مسيلمة وإلا لو كانوا موجودين إلى الآن لفرض هذا الواقع نفسه وعلى ضعاف النفوس من أمثال حسن نصر الله وأمثاله أن يحدثوا تقريبا إذا كانت هناك وجهة سياسية متحدة مصلحة سياسية مشترك يقربون لا مانع كما الآن في لبنان مؤتمرات تقريب بيننا وبين النصارى لأن الواقع في لبنان أن النصارى طائفة عظيمة في لبنان فهذا الواقع يفرض نفسه نحن لسنا ضد تقريب وجهات النظر في الشؤون الدنيوية التي يمكن الاتفاق عليها يعني يمكن مع النصارى أن نتفق مثلا في لبنان على أن لا يخون بعضنا بعضا ويبيع نفسه للصهيوني مثلا كما فعل مثلا حزب الكتائب مثلا تحالف حزب الكتائب النصراني أو التحالف مع الصهاينة في فترة ما يمكن أن نتفق على ذلك يمكن أن نتفق على إدارة الدولة والبلد يمكن أن نتفق على التنمية المشتركة على الدفاع المشترك ولكن أن نتفق على تنازل عن مبدأ ديني لأنه يتعارض مع مبدأ ديني آخر عند الطائفة الأخرى فهذا غير مسموح هذا خط أحمر لا يمكن يعني تخيل لو أن النصارى وبالفعل بعض غلاتهم ومتشدديهم أو المتطرفين منهم يقون لا تقارب بيننا إلا أن تحذفوا آيات معينة في الكتاب العزيز عندكم تكفرنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مثلا بالفعل هذه دعوة أنا سمعتها من بعض غلات النصارى يقول أنت كتابكم هكذا يعني كتابكم يكفرنا ويجلدنا إحنا نعتقد بالتثليث وأنتم تقولون بكفر المعتقد بالتثليث فلابد أن تحذفوا هذه الآية وإلا لا تعايش بيننا ولا تقريب نقول لك كيفك تريد أن تقبل تكفيرنا إياك ونتعايش على هذا الأساس كما أنك قد تكفرنا لأننا لا نؤمن بالمسيح عليه السلام حسب مفهومك يعني لا نؤمن به إلها أو ابن إله موالشكل كيفك أما أن تجبرني على أن أنا أحذف نصوصي الدينية أو أتخلى عن مبادئي وعقيدتي حتى حضرة جنابة تقبل بالتعايش فيما بيننا والتقريب فهذا لا يمكن ظلم لنا كما أنه ظلم لك أيضا لأنه ممكن نعكس الآية عليك فكذلك ينبغي أن يكون تعاملنا مع الطائفة البكرية أيها الأخوة نحن لا ندعو إلى إبادتهم عشرات المرات نكرر ولا نكفرهم بمعنى أننا نسلب منهم صفة كونهم مسلمين حكما في دنيانا هذه ولسنا ندعو إلى إلغائهم لسنا هكذا كل الذي نطلبه هو التفاهم المشترك على أساس تعايش مشترك يبقي العقائد كما هي لا تقل حتى أتقارب معك عليك أن تتخلى عن قولك عائشة في النار هذه عقيدتي عائشة في النار أو أن تعترف بأئمة المذاهب الأربعة مثلا لا أعترف به أقول هي مذاهب مبتدعة أنت تريد أن تتعبد بهذه المذاهب المهترئة هذا شأنك أنت تختار طريق جهنم شأنك لكن ليس من شأني أنا أن أعترف بإمامك مالك ابن أنس مثلا تقول لي لم لا تبادلني بالمثل فلنتبادل الاعتراف الدول عادة تنسوي هكذا يعني بعد ما يتصالحون وكذا يقول الاعتراف المتبادل موالشكل تعترف هذه الدولة بهذه الدولة وبسيادتها واستقلالها وتقول ما هي الدولة هم تعترف بهذه الدولة بسيادتها واستقلالها ويعترفهم بالحقوق التي بينهم ويفتحون سفارات فيما بينهم وتصير علاقات دبلوماسية وإلى آخره إذا دولة اعترفت بدولة والدولة الأخرى لا تعترف بها الدولة الأولى تسحب الاعتراف تقولها الدولة الثانية ما تعترف بيها شلون أنا أعترف بها ما أعترف بها مثلا يعني يقولون العلاقات على أساس شنو الاعتراف المتبادل فالآن شنو دا يصير يصير أنه بعض البكريين يأتون ممن قد تكون نواياهم حسنة ويلحقهم قطيع من أغنام الشيعة مع الأسف لأنه في الشيعة هم أغنام كثر هؤلاء يلحقونهم لأنهم يرون منهم يعني كلام حلو إيجابي يعني يأتي هؤلاء ويقولون نحن نعترف بأئمتكم أئمة مذاهبنا الأربعة تعالوا اسمعوا إشاداتهم في إمامكم الصادق مثلا عليه السلام أبو حنيفة يقول ما رأت عيني أفقها من جعفر بن محمد ومالك بن أنس يقول ما دخلت على جعفر بن محمد إلا ورأيته صائما عابدا وتعلمت منه كذا وقر علم وما أدري تأخذني هيبته وجلالته والشافع يقول كذا أصلا الشافع بعد يا راكب انقف بالمحصب من منا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي مو هالشكل بعد اعترف حتى بالرافض أما اعترف إلى حد ما أحمد بن حنبل أيضا نفس الشيء يقول أئمتنا أئمة المذاهب الأربعة يقدسون إمامكم الصادق يحترمونه يجلونه يعظمونه يعترفون به إماما من أجلة أئمة المسلمين بادلون الاعتراف ذاته اعترفوا بأئمتنا قولوا أيضا أئمة أجلة حتى وإن لم تتبعون فقهيا بس اعترفوا بشرعيتهم لا تقولون أهل الخدعة قولوا أهل السنة لا تقولوا أبو حنيفة في النار ومالك ابن أنس في النار وهؤلاء مبتدعا محدثون إلى ما هنالك احترموهم عبروا عن الاحترام من باب الاعتراف المتبادل نقول لا ماكو اعتراف متبادل الاعتراف من جانب واحد أصبع عنكم أنتم تعترفون بنا وبأئمتنا كيفكم نحن لا نعترف بكم ولا بأئمتكم الاعتراف من جانب واحد نتعايش نعم لكن نعترف لا لأنه معنى ذلك أننا نخالف ديننا وعقيدتنا ومبادئنا خلي الاعتراف من جانب واحد خلاص شو نسوي لكم هذه مهزلة أن تقرنوا أمثال هؤلاء أبو حنيفة ومالك بالصادق جعفر بن محمد عليهما السلام مثلا يعني ولا يزيد الصادق مثل ما نقول كلام ابن حزم نمثل يعني نفس المثال نقول نفس الأسلوب نستعمله نقول أنه لو اجتمعتم جميعا بل كلها للأرض على الاعتراف بإمامة الصادق ما يزيد ذلك الصادق شيئا عشرات المدائح تأتون بها من أئمتكم للإمام الصادق عليه السلام هذا لا يزيد الصادق شيئا في جلالته ترى بالمناسبة جلالته ثابتة بالأصل مكتسبة من جده رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أحد الأئمة الأوصياء الاثنى عشر عليهم السلام أبو حنيفة يمدح لو ما يمدح ولا أصلا مهتمين إحنا مالك يمدح أو ما يمدح ولا أصلا يخصنا هذا الحشي وكذلك حين ترفضونهم حين ترفضونهم أيضا هذا لا يمسهم بشيء عليهم الصلاة والسلام أعني لا ينقص من حقانيتهم شيئا هم أئمة الحق شئتم أم أبيتم كما أن محمد صلى الله عليه وآله نبي الحق شاء من شاء أبا من أبا أنتم بحاجة إلى اعتراف ولذلك تركضون لتحصلوا على اعتراف من أئمتنا عليهم السلام وما حصلتم بحمد الله هذا شأنكم شوفوا أئمتنا عليهم السلام هل بادلوا أئمة مذاهبهم بالاعتراف يعني لما أبو حنيفة كان مثلا هكذا يمتدح الصادق عليه السلام ويقر بإمامته تجدون أن الصادق عليه السلام كان يبادله بالمثل أم كان يصفعه صفعات من النوع الراشد الراشد المرتب يقول لأنت على خطى إبليس مثلا لا تقس فإن أول من قاس إبليس صفعات يعني مرتبة صفعات حتى تهين من يعتقد بهم مثل ذات مرة أبو حنيفة دخل على الإمام الصادق عليه السلام مضمون الرواية فقال له الإمام الصادق تعرف الأمر المعروف أنه يعني المنكر قال إيه أعرف شون ما أعرف قال لشون فسر لي الأمر المعروف أنه يعني المنكر قال أمر معروف يعني الإنسان يشوف خير يدل الناس عليه قال نهي على المنكر يشوف شر ينهى الناس عنه فالإمام عليه السلام قال له ما مضمون إنما ذلك خير قدمه وشر أخره أو شيء من هذا القبيل المعروف يا أبا حنيفة المعروف في أهل الأرض المعروف في أهل السماء وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام الأمر بالمعروف يعني أجلى مصاديقه أعظم مصاديقة أن تأمر باتباع هذا الإمام قال له فما المنكر بعد واضح قال له ألذاني خالفاه وابتزى حقه وحملا الناس عليه أبو بكر وعمر هكذا بالوجه يعني مثل ما نقول بكل صراحة استفزه هذا خليه استفزه يطبه مرضه أبو حنيفه شي صغير يعني الاعتراف لابد أن يبقى من جانب واحد هذا منهج وإمتنا عليهم السلام ما كانوا يعترفون بإهمة المذاهب الأخرى بل بالعكس كانوا يثلبونهم ويذمونهم ويكفرونهم يعني يصفونهم بالبدعة وأنما آلهم إلى الكفر فيبقى الاعتراف من جانب واحد فهذه البدعة الجديدة الناشئة في بعض أوساط الشيعة تبعا إما لأجندة النظام الخامنائي أو الأحزاب البترية أو المتمرجعين السفلة وهي محاولة التبادل الاعتراف يعترفون بإمتنا فنعترف بإمتهم ويطلع لك مقتدى الصدر مؤتمر النجف في سنة من السنوات والحمد لله أنه ما كررها يقول يعني صياغة يستخدم صياغة في الخطاب وكأنه قد اعترف بأبي بكر وعمر وعثمان خلفاء راشدين وجعل عليا رابعهم عليه الصلاة والسلام اعتراف متبادل أنه يصلون وراءنا نحن نقوم نرد الزيارة نصلي وراهم فيقوم هم مقتدى هذا الخبل ويروح يصلي وراءهم مدروين مصطف هو وكرشته أبو حنيفة أبو حنيفة رايح يصلي وراه مثلا على أساس الاعتراف المتبادل ما يصير يا أخي ما يصير ما يصير هم يجوز عندهم من يصلوا خلف غير العادل فلهم من يصلوا وراءنا نحن لا يجوز دين وأهل البيت هذا شريعة وأهل البيت هذه ما يجوز إحنا نصلي وراه خلف غير العادل سبحان الله يعني ما يصير تعايش مشترك ولا وحدة وطنية الا بأنه نتنازل عن ديننا وعن فقهنا وعن أحكامنا ما يصير مفارقة عجيبة يعني عند هؤلاء حقيقة هم مستعدون أن يصلوا وراء شعيط ومعيط من المخالفين أما أن يصلوا وراء من يكون من بني جلدتهم من الشيعة أنفسهم بسبب تنافس سياسي بسبب خصومة ما اختلاف على موقف ما مستحيل يصير عمرك شفت لك مقتدى راح صلى وراء عمار الحكيم صار ولا راح يصير نعم مقسم صحيح يلا أربع مذاهب ماشاء الله نعم كل حزب بصلاتهم مفرحون موشكل ليش لأنه مستحيل يتعايشون مستحيل هذا الصدر يصلي وراء ما أدري السستاني والسستاني يصلي وراء اليعقوبي واليعقوبي مستحيل هذا عندهم مستحيل موشكل بس مع أهل الخلاف وأبو حنيفة لا ماشاء الله يروحون يتمسحون بأحذيتهم بس يقبل أنه يصلي وراء صحيح حقيقة تنحل المشكلة نجيب لنا نجيب لنا إمام بكر عينة بالنجف الأشراف وبالحائر الحسيني المقدس حتى يجمعهم جميعا الحمد لله الصلاة خلفهم كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله تنحل المشكلة يعني مهزلة مأساة مقتدى عند استعداد يروح يصلي وراء المخالف أما مستحيل يكون عند استعداد فد يوم يتنازل عن كبرياء كذا يروح يصلي وراء عمار مثلا هو واحد أضرب من الثاني هو لا صلاة وراء الأول مقبولة ولا وراء الثاني مقبولة ولكن لأنه أكو تنافس سياسي فيما بينهم مستحيل واحد يتنازل يروح يصلي وراء الآخر يعني جدا صعب هذا ما تصير إلا إذا اتفقوا على شيء معين وعادة يتفقون على لا يتفقون عادة هذا الشيء اللي لا يتفقون عليه فيا أخي ما يصير هذا هذا الشيء لازم يتوقف لازم يتوقف تريدون وحدة المسلمين هناك طريق شرعي لوحدة المسلمين ليس طريق الذي ندوس به على أحكام الدين وإلا ما فرقنا عن مالك بن أنس هذا هم الكلام يجر الكلام مالك بن أنس ما هي قاعدته حضرت جنابه يرد الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه يخالفه العمل العرف الشيء اللي هو يشوفه في مجتمع المدينة الناس شلون ماشيين حسب اللي هو يعتقد به وهذا كان ولا يزال مثار هجوم الشيعة عليه يعتبرون ذلك بدعة ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله والشيعة كثير منهم اليوم واقعون في الذي وقع فيه مالك بن أنس صايرة ومسايرة جيب لحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله الشيعي يقول لك ما شفنا أحد يعمل به فإحنا نمشي على الحشر مع الناس يعيد نشلنا علاقة نفس الخلل موجود ولذلك ديننا في غربة دين الإسلام الحقيقي الجوهر الحقيقي في غربة طايع وسط هؤلاء الجهلة الذين يريدون أن يمشوا على السائد ولا يكسروا المألوف هذه كانت مشكلة مالك بن أنس لا يريد أن يكسر المألوف يريد أن يمضي على المألوف خاصة أن المألوف عادة هو الذي يوافق الهوى لأنه طبيعة الإنسان ما يحب يسير عكس السير يندعم موالشكل أسمنه الي ياخذ السيارة يمشي عكس السير هنا من يسويها بس بالعراق يسويها أنه أبطال بس في البلاد هذه ما أحد يسوي يقول ما يصير ويخالفون يصير لمشاكل أن دعم وموت صن يمكن سبحان الله دين الله يقول لك امشي عكس السير دائما هكذا يعني هذه القاعدة غالبا هكذا الاستثناء تلاقي الناس يمشون وياك وإلا عادة دين الله يعني إذا تركب لك السيارة وإذا تمشي عكس السير وين بالموتور وي قبل لازم فهنانة تندعم هنانة تجيك ما أدري سبات وفشار لأنه الناس بي هذا مخبل ماشي عكس السير يجي نزل الجامع يفشر عليك يجون الأمن الشرطة يلاحقوك سيارات لهاي الشرطة والدور وراك ما الشكل وانت تفل تطب بهالفرع وتروح بهالفرع وتروح والمصيبة الكبرى إذا مخلي لك بالسيارة هم ناس ينقنقون عليك هاي هم مشكلة والله والله هاي مشكلة إذا أنت ما تدري شا تسوي هذولهم يجون ينقنقون آني جعت آني تعبت يلا يمتنو كاف التناقل مثلا شا تسوي بعد هذا يقول ما أدري أنت ورطتنا هذا يقول ما أدري أنت هالشكل سويت ويظلون ينقنقون هذول قاعدين ورا وينقنقون إلا بأن تسير عكس السير عكس الاتجاه هذا دين الله هكذا يعجبك يعجبك تريد تمشي على المألوف اعرف هذا الدين الذي تدخل فيه الشيطان فجعله مألوفا عند البشر مألوف صار عند البشر خلص والأمثلة كثيرة الأمثلة تأتي في جانب العقيدة في الأصول في الفروع حتى في السلوكيات أبسط الأمور يعني تأتي من البداية في قضية أنه يفترض أن الشيعة يواصلون مسيرة أوائلهم الرواد في هجاء أبي بكر وعمر وفطحهما مثلا وتحذير الأمة منهما ودفع الناس لموالاة العترة الطاهرة عليهم والسلام والبراء من هذين المنافقين ولكن في الفترات الأخيرة في الأزمن الأخيرة ضعف هذا الاتجاه قليلا ما فصار من ينادي به كاسرا للمألوف فتلاقي الناس تعارضة ولا تريد أن تمضي على ما مضى عليه الأوائل يعني يردون إلغاء تاريخ 1400 سنة لشيء حادث إلغاء الأحاديث والروايات والأحكام الفقهية والسيرة المتصلة كل ذلك يلغى على أساس شيء الآن نحن لا نألف لا نألف وتمشي بها هذه تمشي أو تمشي عليها في كل الأبواب إلى أن تصل حتى للألفاظ نقول أيها الناس الأحاديث الروايات اللغويون الرجاليون ضبط الكلمة هكذا ضبط الإسم هكذا المحسن وليس المحسن صار واضح كل المصادر هكذا تذكر عندنا عند مخالفين المحسن المحسن الشهيد السبط الثالث عليه السلام كثير من الناس إلى اليوم يقولون المحسن عنادا لا أقول جهلا عنادا قرأت بنفسي قرأت بنفسي لأحدهم ذو المعممين كذا أنه سألين أنه سمعنا فلان محدثكم أنه جاب مصادر وكذا أنه هذا خطأ شائع محسن هو محسن قال لا وإن كانت المصادر تذكر على هذا العمل يعني هذا مضمون كلام على هذا العمل وذاك لا تسمعون كلام أصلا ذاك لا تسمعون كلام ذاك عمير لندني ما يصير تسمعون كلام إيناد شوف من أكبر الأمور إلى أصغر الأمور مثل لفظ الكلام حالة عناد سبحان الله وحالة تماهي مع الغير وافتعال مشاجرات مع الأهل إنجاز التعبير يعني نحن أهل يفترض إحنا أهل ترى إحنا الشيعة ترى كلنا أهل بعض المفروض هكذا مهما اختلفنا مهما تعارضت رؤانا المفروض أن نبقى أهلا لا نتصادم حتى وإن احتددنا في النقاش النظري يفترض لا نتخطى ذلك إلى حد التخوين والرمي بالعمالة والفجور في الخصومة وافتعال المشاجرات التي تؤدي أحيانا إلى الخطف والإدماء ليش كل هذا هذا العبث بمصير الأمة لماذا وفي صالح من هو الكلام بلغ بنا إلى مسألة أنه يعني واحد مثلا حسن مصر الله تجده هكذا يتراكض لكي يتوافق مع البعيد ويتقارب معه لكنه في نفس الوقت يأتي فيفتعل صداما مع من يفترض أن يكون إخوانا له في العقيدة مثلا على أقل تقدير والذين لا يخالفونه في اتجاهه العام في المقاومة لكنهم يخالفونه في عبثه في الدين ولا يرتضون منه مثل هذا العبث ولا يرتضون منه النزعة البترية الخبيثة فتجده يذهب قبل أيام مثلا يؤبن رجلا على أقل تقدير ما تميز ما عرف إمام زمانه أحد كهنة البكرية لمجرد أن ذلك الكاهن كان يوافقه في اتجاه السياسي وكان محسوبا على المحور الإيراني وليس السعودي في المنطقة أما نحن في المقابل فيأتي وماذا يهاجمنا ولا يكتفي بالهجوم الكلامي بل يتعداه إلى الفعل يختطف من يعمل في هذه القناة المباركة كالسيد محمد علي الموسى ويفرج الله عنه ويسلمه ويسلمه لخامنأي وهو الآن في سجن إيفين في إيران يعني منتهى النذال والحقارة يعني يا أخي على أقل تقدير احترم عنوان التشيع احترم هذا العنوان هل كان من سيرة الأمة الأطار عليهم والسلام خطف الناس الذين يختلفون معهم حتى في حال تمكنهم حتى لا يقال زمان التقية له أحكامه في حال تمكنهم كأمير المؤمنين عليه السلام في زمان تمكنه في زمان حكومتي في الكوفة كان هناك أناس يشتمونه من الخوارج ماذا فعل له قال إنما هو سب بسب أو عفوا عن ذنب أختار الثاني أنت تدعي أنك ابن علي عليه السلام وأنك ماض على منهاجه كذبت أنت هنا تنضي على منهاج عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اختطف أمره باختطاف سعد بن عبادة وتصفيته وهذا ما حصل اغتيال سياسي هذا هذا مع أننا لسنا جهة سياسية ولا ننافسهم في شأن سياسي قط لكنهم يعلمون أننا الجهة الأخطر حسب ما يبدو لأننا بما نبثه في الأمة من توعية دينية نسحب البصاط الشرعي من تحت أرجلهم يعني لا تبقى لهم شرعية أصلا وهذا أخطر بالنسبة إليه يعني ربما لو كنا جهة سياسية تناكفهم لكان أمكن التعامل معنا وعقد الصفقات معنا لأنه السياسي لازم يعقد صفقات شنو سبب احنا من جوز أنه يعني من هم في فلكنا أن يقتحموا الميدان السياسي إلا أن يستقيلوا السبب هذا أنه السياسي بطبيعة العمل والعالم السياسي لا بد أن تبيعه تشتري ما تقدر هذه طبيعة السياسة الجهة الدينية ليست هكذا والمشكلة التي وقعنا فيها الآن أن كثيرا من الجهات الدينية عندنا تسايس أي تداهن ودوا لو تدهنوا فيدهنون وأمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لم يصانع يعني لا يداهن من لم يداهن ولم يضارع أي لم يخف من الضراعة ولم يتبع المطامع ما عند الطمع في الدنيا ما الفائدة في أنك تكسب بعض الأفراد من كهنة البكرية والذين هم ترى بالمناسبة لا وزن لهم يعني الذين توافقوا مع الخط الخامنئي الإيراني الحكومي من كهنة البكرية لا وزن لهم في الساح لا وزن يذكر وكثيرا ما ينقلبون فيما بعد لأنه القضية هم بيعوا شراء سياسي يعني شراء ولاءات سياسية في مرحلة معينة مثلما سابقا كانوا مشترين ولاء القرضاوي ثم انقلب عليهم يعني تحصل أحداث وخاصة وهذا معروف من كهنة البكرية أنهم لمن يدفع أكثر ولمن يقدم تسهيلات ونفوذ أكثر فمرة يكون مع إيران مرة يكون مع آل سعود ما عنده مشكلة فما الفائدة في أن تكسب كل هؤلاء وتخسر الشيعة والخسارة مضطردة يعني من المعلوم الآن أنه هذا الحزب الذي يسمى حزب الله وهو في الحقيقة حزب أعداء الله بسبب ممارساته كالخطف والإجرام في حق المؤمنين خسر الكثير حتى في الداخل الشيعي ما كان قبل يعني ظهور دعوتنا هذه ما كان هذا الحزب إلا محل إجماع الشيعة تقريبا وخاصة سيده يعني كان حسن نصر الله محل إجماع الكل كان يحترم في الداخل الشيعي بل حتى عند البكرية يعني الآن الفترة الأخيرة صارت عندنا حسارات شديدة جدا أما في الجانب البكري فبسبب الموقف في سوريا يعني خسر قطاعات كثيرة أنا أتذكر أكو نائب الكويت نائب برلماني وهابي معروف ما أدري إذا سامعين بي أو لا وليد الطبطبائي هو سلفي أي تدرون هذا في حرب تموز كان يتغنى بحزب الله وحسن نصر الله ويمكن يرفع صوره ويدعو له إلى آخره في المهرجانات هذا السلفي الوهابي صدق يعني شوف هكذا كان حتى الوهابين على أقل شريحة منهم كانوا مؤيدين ومفتونين بحسن نصر الله ويحبوه يعتبروا بطال مقاوم محل إجماعة حقيقة يعني إلى حد ما تورط في أحداث سوريا فصار حزب الله وصار السيء حسن نصر الله وما أدري شنو من الألفاظ هاي مالتهم وخسر كل هذه القواعد في القواعد الشعبية في الوسط البكري في الوسط الشيعي هم بغبائه السياسي وطبعا مو هو هو بالريموت كنترول يشتغض يعني من خامنة خامنة ما أدري منهم دخل بمخة موضوعنا يعني شنو يقول حاط دوبة دوبنا عرفت شلون هكذا خلينا براسة هالشكل يعني حرب مفتوحة يعني لا هوادتها فيها وجهل لأنه ما كتكافؤ الحرب إذا تكون من الأقوى مع الأضعف ولا يمكن حسمها يتقوى الأضعف شيء واضح هذا يعني سياسيا ما أدري يعني هو مفروض يفهم سياسيا ما أدري شلون هبط عليه الغباء فجأة ما أدري بعد البروستات بعد الكذا بعد العملية ما أدري صار هالشكل ما أدري طقة فيوزات ما أدري فالآن مع هذا الهجوم المتوالي المستمر وأكاذيب مفضوحة مفضوحة جدا يروح يطلع مرة يطلع يقول أين أنتم لما لا نراكم تدافعون عن السيدة زينب عليه السلام أنتم أيها المطبرون وكذا والنص اللي يدافعون عن السيدة زينب مطبرون كل سنة يطبرون وفيديواتهم موجودة على الإنترنت يعني ليش الكذب المفضوح هم الحمد لله على ساحات في جبهات القتال موجودين بإمكاناتهم المتواضعة هم وبالنتيجة هم لا وراءهم دولة مثل ما أنت ورائك ولا نظام عندهم يمدهم بالتسليح جهود فردية جهود طوعية إلى آخر رافضة أبرار على هذا المنهج زين يأتي كذبة أخرى يقول أنه هذه قناتنا المباركة مدعومة لها تقدم لها كل الإمكانيات وكذا فضوحة وأنها قرينة مع وصال وصفها في حين حققوا وكتشفوا أن القرين على نفس التردد من؟ هو وصال مع قناة الكوثر عند نفس الشركة التي هي نورسات التي تمنعنا من البث التي أساسا قطعتنا ومنعتنا من البث هذه الشركة تذهب تقبل بالقنوات الإيرانية وتخليها باقة واحدة مع القنوات الوهابية شلون تقدم على مدار النائلسات شلون هذا يصير؟ إذا كان مجرد استقرارنا في لندن لأنه لا تحملنا أرض تتحمل أو فيها قوانين نستطيع بها أن نجبر حتى حكومتها على أن يبقى صوتنا هذا متسلحا بحرية التعبير والضمانات والقوانين التي تضمن حرية التعبير إذا كان لم يكن أمامنا إلا لندن ماذا نفعل هذا لا يكون دليلا على العمالة أنه قناتنا في لندن هذا كذب هذا عدم تورع وإلا يصير خامنا أيضا عميل عميل الملكة إليزابيث ليش؟ لأنه قناة الإنجليزية الناطقة بالسياسة الإيرانية واللي جدا مهمة بالنسبة إليه لأنه بها يخاطب الغرب موجودة وين؟ في لندن اسمها بريس تي في موجودة هنا ولها كل الإمكانيات وكل التسهيلات وماشا ما شاء الله على قدم وساق وما سدتها الملكة إليزابيث ولا الحكومة البريطانية ها شلون هذا التوافق اش عجب؟ لماذا؟ هذه قناة خامنة موجودة في لندن صفنا ترى هنا الشكل خلي نقول اش عجب؟ يعني قناة فدك موجودة بلندن عملاء قناة بريس تي في الخامنائية الإيرانية الرسمية الناطقة باسم خامنائي باللغة الإنجليزية موجودة بلندن خامنائي معامل والنظام الإيراني وخميني كان ليه تصريح حسن زين ذكرتني خميني في زمانه أيام ما كان في فرنسا له تصريح شهير كان يقول البي بي سي هي صوتي لأنه البي بي سي الراديو كان ذاك الزمان بي بي سي الفارسي كان هي المحطة التي تجرؤ على أن تبث خطابات خمينية التي تحرض الشعب الإيراني على الشاه مع أنه الشاه حليف لكن تدري السياسة الغربية ما لها استقرار ليش؟ أنه حكومات تتبدل كل حزب يأتي يبدل سياسات معينة فأعداء الأمس يصبحون حلفاء اليوم حلفاء اليوم أعداء المستقبل يصير هذا طبيعي الشاه كان حليفا لهم بعد أن شافه ورقة محروقة ذبوه قالوا خلي نستفيد من خميني يأتي هو وثائق طلعت في هذا الخصوص هذا طبيعي في السياسة الغربية شو نسوي؟ هذه حكومات على مهب الريح الآن مثلا أوباما له سياسة معينة أفضت إلى أنه لأول مرة بالتاريخ يصدر قرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل أو ضد الكيان الصهيوني صحيح في قضية بناء المستوطنات وتدري بأن نتنياهو هذا ثارت ثائرته وضج في ما يسمى بإسرائيل وأزمة دبلوماسية الآن بين أمريكا وبين الكيان الصهيوني زين هسا باقي لكم يوم أوباما يروح يجي منهم وراء هذا المجنون هذا المخبض زين دونالد ترامب يغير السياسة كل دونالد ترامب سياسة أنه راح يجيب السفارة الأمريكية لأول مرة بالقدس يعني خطوة استفزازية شديدة يعني يعترف بأن القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني شين سوى الله بولاية 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 ومصير الحق ينتصر وإن كنت تفترض أنك تحقق نجاحات وانتصارات فاعلم أن هذه النجاحات يعني من باب جرحنا من باب أنه مثلا تجي تخططف واحد مننا مثلا تتصور هذا انتصار يعني أكو عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أو حكمة مضمونها هذا الغالب بالشر مغلوب اللي يغلب بالشر يعني أنت تتصور غلبتنا أنه جيت سويت هذا العمل المشين هذا بس هذا غلبة بالشر ترتد عليك هذا هذا ترتد عليك على الأقل سمعتك تسقط كرامتك تسقط الثقة بك تسقط كم شخصا الآن منكم أنتو كلكم كنتوا تعتقدون حسن صلى ما تعتقدون السؤال أسألكم بالله كلكم كنتوا تعتقدون لماذا الآن ما تعتقدون به لأنه حاول أن يغلب بالشر فاكتشفتم هذا الشر فصار مغلوبا عندكم سقط من عيونكم وكذلك جماهير واسعة من الشيعة والمتشيعين وين كان أول إش قد يقدسوش قد يحترمو مخدوعين به الآن تغيرت المعادلة هذه يلقاع سنة إلهية هذه في البشر يزيد لعنه الله حاول أن يغلب الحسين عليه السلام لكن بالشر فغلب الآن من يحترم يزيد لا أحد لا أحد يذكر والحسين هو الذي انتصر صلوات الله عليه وهكذا من كان مع الحق دائما يقول أمير المؤمنين عليه السلام من صارع الحق صرعه لا يمكن إذا كنا يا إخواني إذا كنا متمسكين بمبادئنا التي ورثناها عن نبينا وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه لا نتزحزح عنها ونتحمل الأهوال بل ونركبها ضرورات الأحوال تحمل على ركوب الأهوال نواجه لا نتراجع لا تأخذنا في الله لومة لا لا نحابي في دين الله نظل على منهجنا هذا أوراق بحثية ونقدم الحقائق بكل صراحة ولا نتحرج من كلمة وإن كانت تستفز مشاعر بعض الناس ما دامت كلمة حق ونظل لا نعترف اعترافا شرعيا بأحد يكون الاعتراف من جانب واحد إذا بقينا هكذا لن تصرعنا قوة في الأرض لن تصرعنا بضمان أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لنكن هكذا ولنبقى هكذا ولنسأل الله عز وجل أن نبقى هكذا قال ابن حزم في رده على مالك وأصحابه وكذلك لو أصفق أهل الأرض كلهم كلهم على نبوة مسيلمة لعنه الله ما حققها ذلك وإذا أجمعوا على الكفر به ما زاد ذلك في قوله في البطلان على ما كان عليه حين نطقه به وإن قالوا الخبر باطل هذا الاختيار الثاني هو سألهم يعني وجه سؤالا للمالكية أنتم حين تقولون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا نعمل به إلا إذا عمل به من قبل أهل المدينة فسألهم قال هذا الخبر قبل العمل قبل أن يلتزم به أهل المدينة أحق أم باطل إذا قلتم حاق يفترض أن تلتزموا بهذا الحق بالذي يعني قلناه لأنه لا يزيد العمل هذا الحق حقا وإذا قلتم باطل فالباطل لا يحققه العمل له يعني العمل بالباطل يقلب الباطل إلى حق لا فالباطل لا يحققه أي لا يجعله حقا العمل له ولا يزيد الله بالعمل بالباطل إلا ضلال وخزيا فثبت بالبرهان الضروري أن لا معنى للعمل ولا ينبغي أن يلتفت إليه يعني هذه القاعدة قاعدة العمل وعلى ذلك العمل اللي عند مالك قاعدة مخرومة مهترئة لا ينبغي أن يلتفت إليها ولا يعبأ به وقد أصفق أهل الأرض كلهم على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله فما صححها ذلك قاعدة يعني منطقية صراحة قال علي والمقصود بن حزم علي بن حزم وهذه لفظة قذفها الشيطان في قلوبهم وطرحها على ألسنتهم وأيد ذلك الجهل والعصبية المردية يقول هذا الذي جاء به مالك وأصحابه من المالكية هذا من قذف الشيطان في قلوبهم بالفعل لأنه تبدلت الشريعة اللي يقرأ الفقه المالكي يعرف هذه الحقيقة تبدلت الشريعة الخبر صحيح عن رسول الله يترك ويفتى بخلافه لأن على خلافه العمل طيب الذين عملوا فسق شنسو احنا او ما بلغهم هذا الخبر مثلا لم يتفقهوا بالقدر الكافي انت نفسك مالك بن أنس ألم تقع في مهازل أضحكت الناس عليك لأنه لم تبلغك بعض الأخبار وبعض الأحاديث بلى لها شواهد شواهد يعني أحيانا مضحكة تصدق أنا أذكر مرة قالوا لعلي ذكروني حتى أجيبها بعدين يعني أجيب هذا الشاهد أنه مالكي يقول أنا ما كنت أعلم أصلا ماذا يقال في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده تصدق كانت له فتوى عجيبة غريبة أنه واحد يقدر يقول أي شيء كذا يقول ما كنت أدري أصلا بعدين بلغني عرفت بهذا الحديث يعني لا حديث يعرف لا عمل يعرف على الأقل عمل مسلمين يعني كل هالمسلمين العالم صلين وإلى آخرهم عمرك ما عرفت أنه ماذا يقولون في الركوع والسجود شيء مهزلة قاعدة الخيار البيعان بالخيار ما لم يفترق قاعدها معروفة كذا ما كان يعرفها مثلا وأفتاب بخلافها لأنه العمل على خلافها ومنها الكلام هذا كلام بالفقه الطويل عريض الآن نحن لا نريد كثيرا أن نتوسع في البحث الفقه إنما نريد الكليات إله هنا ثبت إذن بأن مالك ابن أنس كما شهد الشافع كما شهد ابن حزم كما شهد أصحابه وأتباعه من المالكية يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما لنا علاقة بالمبررات الآن العمل هو أساسا العمل هذه القاعدة مخرومة أساسا عنده أصحابه حاولوا أن يعتذروا عنه بأن عدم العمل بالخبر دال على النسخ هذا أول الكلام أين الدليل على ذلك هذه دعوة بلا دليل كما قال ابن حزم وغيره أيضا قال هذا بحد ذات دعوة بلا دليل ثم أنت بذاتك مالك لطالما خالفت العمل وخالفت الفقهاء السبعة إذن لا يبقى في البين إلا رأيك وهواك إذن هذا المذهب المالكي ليس مذهبا سنيا هذا مذهب لا يلتزم بالسنة أكثر من سبعين مسألة أحصاها الليث بن سعد على مالك أنه يرد بها الأحاديث الصحيحة أكثر من سبعين مسألة أحصاها صاحب كتاب نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري خالف بها مالك إجماع المسلمين فإذن أين هو العمل المزعوم هذا إذن لا حق لأحد بعد هذا يأتي ويقول أنا سني إذا كان مالكيا لا حق له في ذلك هذه دعوة لا يطابقها الواقع أنت لست سنية السني هو الماضي على سنة رسول الله صلى الله وعليه فلا تخدع نفسك وتخدع الناس بدعوة أو بالدعاء إن هو أكبر من حجمك أنت جعلت مالكا في موضع رسول الله صار مالك هو نبيك تتعصب له لقواعده لمسائله لأحكامه حتى وإن صادمت النصوص الدينية وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فأنت مالكي الدين حتى مو المذهب ولست محمدية الدين ولا سنية المذهب أو الطريقة ترجمة نانسي قنقر